يقول أملك أموالاً كسبتها من بيع المخدرات ودخلت السجنة وتبت إلى الله تعالى توبة النصوحة وأريد التخلص من هذه الأموال فهل يجوز لي أن أتصدق بها لبناء مسجد؟ لا لا يجوز يا أخي كيف تبني جامع بأموال المخدرات؟ وين هذا؟ تبني جامع بأموال المخدرات المسجد لا يجوز بنائه بأموال الزكاة فكيف يجوز بنائه بأموال المخدرات؟ الزكاة عفوا الزكاة واحد عنده زكاة ما يجوز له شياطيها للجامع لأن الزكاة هي فضلة أموال الناس انتهى الشياطة تعدرامك والفضلة تحتعطيها لرب سبحانه وهو الذي أنعم عليك؟ ملا إذا كان المسجد لا يجوز بنائه بأموال الزكاة فكيف يبنى بأموال المخدرات؟ ها ونقول لك واشدير ماذا ما رأك تايب ونادم ودرت دراهم بالمخدرات وتخطل الحبس وهذا دراهم ما زالك محتفظ بها أروح ابني عيادة صحية لعلاج المدمنين لعلاج مرضى المخدرات لأنك انت تسببت في كثير من الشباب ولا يتعاطى المخدرات وبسببك انت فقدوا عقولهم وبعضهم فقد حياته وفقد صحته وفقد زوجته وفقد عمله وفقد اعتباره المعنوي وفقد مكانته الاجتماعية فقد أمواله فقد صحته ملابدا من تتسببت في هذا دير عيادة صحية لعلاج المدمنين وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يكون لك الأجر لا من باب الصدقة وإنما من باب ترك الحرام والتخلص من أبواب الحرام وإلى حصة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته